ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ومن يقل الشر يأثم ومن لم يملك لسانه يندم أربعة يسود بها المرأة الأدب والعلم والعفة والأمانة وأربعة ترفع المرأة وإنقل علمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ألا أدلك على أيسر العبادة وأهونها على البدن؟ قال بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت وحسن الخلق فإنك لن تعمل مثلهما والشاعر يقول لو أنني خيرت بين كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أمرني بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض وصدق من قال وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذن يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال إن كان أعلى مني عرفت له قدرة وإن كان دوني رفعت قدري عنه وإن كان نظيري تفضلت عليه فأخذ أحدهم هذا الكلام الجميل فنظمه شعرا فقال سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصوم به عرضي وإن لام لائم وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم دجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر